الشيخ خليفة مدة تولى المعارفة هو أول وزير مدة سنة واحدة ستة وخمسين في سنة سبعة وخمسين تنازل بالوزارة لشقيقه الشيخ المغفوري للشيخ جاسم بن حمد الثاني اللي استمر وزيراً للمعارف حتى وفاة عام الف تسعمائة وستة وسبعين الشيخ خليفة الحقيقة بدأ بتعليم وأيضاً استمر على ذات النهج في تشجيع التعليم وجلب المدرسين والحقيقة كما تعلمون أن كان عندنا في قطر نظام المستشار البريطاني المستشار البريطاني ذات تقليد دأبت بريطانيا عليه في تزويد حاكم الإمارة بمستشار يساعد الحاكم في كافة الشؤون ويتقاضى راتبهم من حاكم الإمارة ويعطي رأياً استشارياً غير ملزم يعني للحاكم أن يأخذ برأيه أو لا يأخذ برأيه يعود هذا إلى الحاكم جوان الحقيقة مستشارين المستشار الأول يقال له مستر فيليب إبلانت جئ سنة 1951 ولكن سنة 1954 تركه وعفاه الشيخ علي لأنه فشل في إعداد أول موازنة لقطر في إعداد الميزانية وبعدين بدأ يتدخل يريد يتدخل في شؤون المقيم السياسي اللي هو نسمي إحنا المقيم البريطاني القنصل مع أن المقيم السياسي أموره في الإخصاصات الخارجية فهو الحقيقة أراد كذا لكن الشيخ علي أعفاه من هذا المنصب ورشحت لنا الحكومة البريطانية شخص آخر اسمه مستر هان كونج هان كونج استمر من 1954 إلى 1960 حينما تولى الشيخ أحمد بن علي الله يرحمه غفر للحكم وأقدم الشيخ خليفة بإعاز من الشيخ أحمد بإعاز من الشيخ خليفة على إلغاء منصب المستشار البريطاني وتولى الشيخ خليفة بنفسه هذا المنصب واستقدم لهذه المهمة الدكتور حسن كامل الله يغفر له كان المستشار بمثابة رئيس الوزراء طبعا ما عندنا وزراء كان الوزيرين الوحيدين للشيخ خليفة والشيخ جاسم لكن كانوا وزيرين بلا وزارة يعني ما عندنا مجلس للوزراء فكان المستشار أجرى تنظيما إداريا قوامه عدة وزارات أو عدة إدارات بالأحرى إدارة الكهرباء إدارة الماء إدارة العتدة الميكانيكية الخدمات الهندسية الصحة ومن ذلك وكان يرعسهم المستشار البريطاني فالمستشار البريطاني بمثابة كان رئيس لكن مسؤول أمام الحاكم أيضا عن هذه الأعمال ما عدا مرفقين ظل بعيدين عن متناول المستشار اللي هو وزارة التربية والتعليم والجمارك وزارة التعليم تولى الشيخ جاسم ولم يسمح للمستشار بأن يتدخل في شؤون التعليم قال لي الشيخ جاسم الله يغفر له قال كان المستشار يعني تعرفون ذاك الوقت كان المد الثوري وثورة يوليو وعبد الناصر وكان العالم العربي يغلي وقطر كغيرها من بلدان الخديج تجاوبت مع أصداء القومية العربية وقامت المظاهرات خاصة إبان الاعتداء الثلاثي على بورسعيد على مصر فكانت تعليمات للمستشار أنه عدم الاتيام بمدرسين مصريين والعمر الثاني عدم ابتعاث الطلب القطريين إلى الجامعات المصرية فكان موقف الشيخ جاسم بن حمد موقف حاسم عطت تعليمات قال لا جيبوا المدرسين مصريين وابعتوا الطلاب إلى مصر حتى أذكر أن في بعض الطلاب كانت مجاميعهم على 45% قال مع ذلك أبعثوهم إلى مصر وقبلوا في الجامعات المصرية بعمر من الرئيس عبد الناصر استثناء في ذلك الوقت فمرفق الجمارك اللي كان تولى الوالد محمد عثمان فخروه والله وحماس السمر أيضا بذون بعيد عن متناول الإنجليز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر